كما أكد رئيس الوزراء أن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة لتحقيق الأمن الغذائي لشعب القارة واعتبر مدبولي أن تحديث الزراعة إشكالية تتعلق بالتحديات التي تواجه مسألة النفاذ إلى السلع الغذائية والسماد والتمويل الذي تعاني منه الدول النمية إن تحديث الزراعة لا يقل أهمية عن تحديث الصناعة لتحقيق أمن شعوبنا الغذائي وهي إشكالية مركبة يتعلق الشق الأول منها بالتحديات التي تواجهنا في النفاذ إلى السلع الغذائية والأسمدة بسبب تزبز سلاسل الإمداد العالمية واضطراب مسارات الشحن وتأثر إنتاجية القطاع الزراعي في العديد من الدول النامية بتداعيات تغير المناخ أما الشق الثاني فيتعلق بتحدي التمويل الذي تعاني منه الدول النامية المستورد الصافي للغذاء على وجه القصوص ومنها مصر إثر ارتفاع فطورة الاستيراد بالنسبة لها في ظل القفزة القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الزراعية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى ذلك تمثل الزراعة حجر الأساس لابتصاديات العديد من الدول الأفريقية بما يمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقار وعلى الرغم من أن أفريقيا تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة وبالرغم من ذلك فإن نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في أفريقيا تستمر في الارتفاع حتى تعدت العشرين في المائة من إجمال سكان القار ومن هنا تبرز أهمية تحديث الزراعة لمواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية والتي تعد الأكثر عرضة للتغيرات السلبية لتغير المناخ وتسعمص للتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها الجانب الصيني من خلال الحصول على الدعم الفني والتكنولوجي وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الغابات ومكافحة التصحر والمحاصيل المقاومة للجفاف وإدارة الموارد المائية ونظم الرأي الحديثة اشتركوا في القناة